البنك المركزي اليمني يخلي مسؤوليته من أي التزام يضمن استرداد القيم التي تمثلها هذه الأوراق والشيكات المزورة هذا ما أكد عليه محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي تعليقاً على إلقاء السلطات الأمنية كميات من الأوراق النقدية المزورة والمنسوبة للبنك المركزي القعيطي وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية سبأ اعتبر طباعة الأوراق المنتحلة للصفة العملة الوطنية جريمة جنائية ومخالفة للقانون متهماً عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية تتبع الميليشيا الإنقلابية في صنعاء وبحسب محافظ البنك فإن هذه الأوراق التي تحمل فئة خمسة آلاف ريال أو تلك القسائمة التي أصدرت من قبل لا تحمل صفة الإبراء القانوني الذي يؤهلها للقيام بوظائف النقود الوطنية أي أنها فاقدة لأي صفة قانونية لإصدارها ويتم تداولها بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين ما يتسبب بشكل مباشر في تبديد أموالهم وكذا تهديد سلامة الاقتصاد الوطني موسيقى موسيقى